فهذا الوجود من الذرة إلى المجرة بكل عوالمه هذا الوجود بما فيه من عوالم عالم الحيوان عالم الإنس عالم الجن عالم الملك عالم النبات عالم الطير عالم البحار عالم الفضاء من الذرة إلى المجرة الكل تابع إلى رحمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لكل هذه العوالم وعالم الحيوان من هذه العوالم إذن هناك منهاج يرتبط برسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الحيوان الحيوانات نعم أنعم الله بها على البشر قال تعالى وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ من بين فرث ودم لبن ومن الأنعام حمولة وفرشة إذن عالم الحيوان من نعم الله سبحانه وتعالى دواب تحمل الإنسان مذبوحة يأكل منها الإنسان تحلب من بعضها الألبان فتصير عملية التغذية والغزاء إذن الحيوان نعمة يجب علينا أن نتعامل مع الحيوان كما يتعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئاً في هذا الوجود إلا ووجه فيه توجيهاً يضبط مساراً كيف نتعامل مع الحيوان وكيف تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الحيوان وكيف حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من امتهان الحيوان وكيف حث رسول الله صلى الله عليه وسلم من حماية والحفاظ على الحيوان رسول الله نبي الرحمة بيّن أن امرأة دخلت النار في هرّة يعني قطة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حبثتها حتى ماتت فدخلت النار يعني إذن امتهان قطة من الحيوانات قطة حبسها عن الطعام وحبسها عن الحركة حتى تنال رزقها عطل مسير هذه المرأة عن دخول الجنة وزج بها بذلك في النار إذن الحيوان له قيمة له قيمة في الإسلام له قيمة في المجتمع فالحياة تكاملية ليست للإنسان فقط بل الحيوان سخره الله لهذا الإنسان فيجب علينا أن نتق الله فيما سخر لنا وفي الجانب الآخر بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حادثة الرجل الذي عطش في الطريق كان يمشي في الطريق فعطش فوجد بئرا فنزل فشرب صعد مرة أخرى فوجد كلبا عطشانا يأكل الثرع من العطش فنزل فملأ خفه ماءا فسق الكلب فكتب الله له به أجرا إذن الأجر لمن اعتنى بالحيوان والعذاب لمن أهان حيوانا هذا هو منهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موسيقى